قبر عن المنتخب الولمبي وده ميكالي المدير الفني المنتخب الولمبي الجديد بيقول ان هو سعيد جدا وشرف لي ان هو يتولى تدريب المنتخب الولمبي ده مدير الفني البرازيلي اسمه رودريجو ميكالي وده مدير فني برازيلي ان شاء الله بإذنها نتمنى له التوفيق اضاف ان هو في حوار نشر الموقع الرسمي اتحاد الكورة اتوجب الشكر للقائم بهذا العمل ومحمد بركات طبعا والذي تواصل بشكل مباشر معنا وكانت مراحل التفاوض سهلة وجات النظر متقربة ووصلنا الاتفاق فخور وسعيد بكون الجزء من هذا المشروع الذي سنقوم به هو مش مشروع يعني عزين بطلاط يعني مش جين بتعمل مشروع المنتخب الولمبي جاهز ده اللعيبة دي يعني واخدين تلت واخدين افريقيا واخدين وصلوا كاس العالم يا جماعة بتاع الشاوي غريب مش هو ده المنتخب لا اه مشروع وكل حاجة لكن اللعيبة دي جاهزة فمش عايزين بقى كي نضحك عنه وقل المشروع مش مشروع لا حضرات الجاي تاخد بطولة اه ده ده تاخد راحل الولمبيات فتيجي تاخد بطولة هو الراجل ده سيجيو كواس خد اه تالت عالم يا جماعة بتقولوا خد خد ايه الراجل ده خد زهبيت الموباليات مع البرازيل الحقيقة وطبعا اه بدأ مشواره دورة العابة الولمبية ببريس عشرين اربعة وعشرين وان شاء الله هيبدأ اه مهمته ان شاء الله ومهمته بازن الله بخوض تصفات افريقيا المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية في باريس باذن الله عشرين اربعة وعشرين تمانياتنا ليهم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله انا طبعا مع المدرب المصري قلبا وقالبا ولكن اما وانهم اختاروا خلاص مدرب للمنتخب الاولمبي اجنبي بالتوفيق ان شاء الله باذن الله لعله يكون ان شاء الله افضل مما سبق